رجل تاجر يأتي ببضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية وذلك من دول أسيوية لغرض بيعها أقل من البضاعة الأصلية بكثير وهذه البضاعة في الغالب تكون مشهورة دوليا مثل وذكر أسماء باللغة الإنجليزية مع العلم أننا نبين أنها ليست الأصلية وعدم إذن الشركة الأصلية نعم إذا بينتم إذا بينتم يكفي إذا قلتم هذه السلعة تقليد ليست أصلية وبينتم دخل المشتري على بصيرة أما إذا قلتم لا السلعة هذه أصلية وهذه جيدة وكذبتم عليه هذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محيطت بركة بيعهما أجيب البيان نعم ترجمة نانسي قنقر